دي بتفسد توجهاته يعني ايه توجهاته يعني لو انا عندي توجه ضد النادي الاهلي لأسباب ما فبلعب عليها قبل البطولة فييجي النادي الاهلي يبوز للتوجه بتاعي ده فيحصل ايه اغير وغير البصلة فييجي النادي الاهلي يخسر فقم راجع للتوجه بتاعي فييجي النادي الاهلي فطول الوقت النادي الاهلي امام منتقديه بيطلعهم من سخن السائع بيدوقهم بيفسط توجهاتهم بيكشفهم أمام الرأي العام وده حصل مع الأستاذ الإعلامي الكبير طبعا الأستاذ عمر أديم المعروف بانتماؤه الشديد لنادي الزمالك والحقيقة دائما وأبدا فقراته عن النادي الأهلي هي محت مشاهدات كبيرة جدا عشان شعبية النادي الأهلي بالتأكيد وعشان جمهير النادي الأهلي تحب تشوف المعاناة اللي بيبذلها الأستاذ عمر أديم وبيتحدث عن إنجازات النادي الأهلي لكن الأستاذ عمر أديم الحقيقة كان قبله مشاركة النادي الأهلي في منديال أنداء وكان عارف كويس قوي أن النادي الأهلي هيواجه نادي اتحاد جدة السعودي وطبعا الأستاذ عمر أديم كان واضح توجهه رايح لفين فبدأ يحاول التقليل من شأن النادي الأهلي فتعالوا نسمع الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا وما تقلقش إحنا مش هنقدك من سخن البارد إحنا هنوضح لك التوجه اللي تم إفساده بأقدام لعبي النادي الأهلي في منديال الأندية نشوف الفيديو ونرجع نعرف أول حاجة لإخواني الأعزاء في النادي الأهلي بقى لهم مدة عاملين مناحة جمدة وأنا عايز أقول لهم الحقيقة بجد الأهلي فرقة ضعيفة بتكسب وبتكبر لأن الفرق اللي حواليها أضعف منها اسألوا الأهلوية عن أداء فريق النادي الأهلي نص لعيبة الأهلي عايزة تتغير إنما هتقعد تقول إيه سيد عبد الحافظ أصله لو كان موجود المدرب دله وغيرناه أصلحنا ناقصنا تخيل لغاية دلوقتي بيلومه محمود الخطيب إنه هو ما جابش مهاجم الأهلي ما جابش مهاجم والأهلي فيه يجي عشر مهاجمين يعني فيه كمية مهاجمين غير طبعي لكن الحقيقة بجد إنه لالي نص الفرقة عايزة تمشي نص الفرقة تعبد نص الفرقة مرهقة نص الفرقة كبرت خلاص يجب أن يتم التغيير إنما هتجيبه ده طب ما هو مش كولر ده اللي كان ده الخواجة يا شايف حاجة تانية ده كولر ده كسبان عشرين مطش وراء بعض ده كولر ده اللي عرف يشغل حسين الشحات ده كولر ده اللي عرف يغير محمد هاني دلوقتي عايزين يمشي حسين الشحات وعايزين يمشي محمد هاني وعايزين يخلصوا من الجن بتاعه مش شناوي وعايزين آه الفرقة فيها مشكلة الفرقة عايزة تتغير الفرقة ليست قوية واقترفوا إنه الفرقة ليست قوية فيه مشكلة في الأهلي نص الفرقة لازم تمشي الأهلي بيكسب وتفوق لأنه بقية الفرق أضعف منه مش عشان الأهلي قوي دي الحقيقة المرة اللي يجب أن يواجهها جمهور ولعيبة النادي الأهلي هي الحقيقة مرة فعلا يا أستاذ عمر بس الحقيقة مرة انت شفتها في مونديال الأندية الحقيقة أستاذ عمر أديب يعني كثيرين وأنا منهم يعني بنشفق على الحالة اللي هو فيها الفترة الأخيرة أعلاميا برغم أنه هو أستاذ في مجاله بالتأكيد ولا شك ولكن خلينا في الحتة الرياضية وهو بيحاول يكسر كل ما جديه في النادي الأهلي قبل مونديال الأندية وقبل مواجد اتحاد جدة السعودي فريق عنده قيمة تسوقية كبيرة جدا هيلعب على ملعبه نتائجه المباشرة مع النادي الأهلي السابقة لصالح التحاد جدة بالتأكيد عنده كريم بن زيمة عنده فابينيو عند كانتي عنده لعبين كبار الحقيقة تم صرف مبالغ مالية كبيرة جدا من أجل إبرام هذه التعاقدات من أجل تحقيق حلم فريق للتحاد جدة وهو حلم مشروع فبالتالي في مواجهة محتملة مع النادي الأهلي فهيطلع الأستاذ عمر أديب يعمل ايه تعالى بقى نكسر النادي الأهلي ونلعب على موجة الغضب نتيجة بعض النتائج السلبية في الدوري اللي أنت لو فصت مباراتك المؤجلة تفرق عن المنافس اللي هو برامة زحلان وتتصدر جدوى المسابقة تعالى أقول لك أن اللعيبة دي لعيبة مستهلكة لعيبة لا تصلح لتمثيل النادي الأهلي تعالى أقول لك أن اللعيبة دي كبرت لكن كمان يحط على لسان جمهير النادي الأهلي فكرة الخلاص من حسين الشحات والخلاص من محمد هاني والأصعب هي فكرة الخلاص من محمد الشناوي محمد الشناوي أن الكاف كان حطه ضمن ثلاث حراس مرمى الأفضل في كرة أفراقيا متخيلين واصل الأمر لإيه طيب يا أستاذ عمر أنا عارف كويس قوي أنه ربما الزمالك في التوقيت ده ما كانش يعني لك شيء كبير ليه؟ لأن المفترض لو أنت كنت بتتكلم بلسان زمالكاوي ما ينفعش تقول النادي الأهلي فرقة ضعيفة وبيكسب عشان اللي حواليه أضعف منه لأن انت في الحالة دي هتسيق لكل الأندية المحلية طيب النادي الأهلي اللي خد بطولة أفراقيا ووصل للنهائي ده طول الوقت الفرق أضعف منه النادي الأهلي اللي قبل المونديال ده كان بيوصل للمونديال الأندية وبيكسب منتريه المكسيكي وهو ناقص 15 لعب وبيكسب بالميرس البرازيلي وبيكسب الهلال السعودي 4-0 كان فرقة ضعيفة وبيكسب فرقة أضعف منه كان بيلعب الأستاذ عمرى أديب في المنطق وفي الوعي للجماهير وبيحاول يوصل رسالة ويقول إن دي الحقيقة المرة أنت لا تملك أي حقيقة لا حلوة ولا مرة يا أستاذ عمرى الحقيقة المرة اللي أنت لابد أن تقف أمامها هو النادي الأهلي سيظل شامخ شاء من شاء أو أبى من أبى مهما حاولت ولكن احنا هنا عشان نكشف التوجهات دي والأمور دي قدر النادي الأهلي باللعيبة المستهلكة من وجهة نظر الأستاذ عمرى أديب اللعيبة المرهقة اللي نص اللعيبة عاوزة تمشي إن هو يحطم توجه الأستاذ عمرى أديب ويحقق الفوز على فريق اتحاد جدة السعودي بسلسية وهدف شرف لكريم بن زيمة وسبحان الله الشناوي لعزين نخلص منه يكون كلمة السر في الفوز ويتصدى لرقل الجزاء من كريم بن زيمة فرس يعني هو أسوأ ما في الكلام كان توقيته بصراحة يعني أعتقد صناعة الفرق المعنوي لفريق زي اتحاد جدة على حساب النادي الأهلي أنا شايف إنه هو ده كان ما يغلفه الكلام اللي تقال يعني الكلام اللي تقال ممكن تعتقد في لحظات إنه هو كورة بس كان أهدافه في رأيه شكل مختلف تماما لأنه لما يبقى عندي فريق مصري وراح على بطولة كاس العامل الأندية والأمور بالشكل ده وأنا عارف إنه هو دخل على ده وأبدأ أتكلم في قصة إن النادي الأهلي قوي عشان لحواليه ضعاف طيب يا جماعة الكلام ده لو مالوش سابقة يعني مالوش مثلا أنا حروح ألعب في كاس العامل الأندية ما أنا في كاس العامل الأندية ده كاسبان بالميرس واخد برونزية كاسبان الهلال السعودي بطل أسيا واخد برونزية كاسبان في أفريقيا فرق كتير جدا الوداد وغيرها ومحقق دور أبطال أفريقيا فإذن هل أنا عندي فكرة الضعيف طيب في الدور المحلي ماشي أنا متفق معاك إنك شايف مثلا فرق المصرية ضعيفة أنا مش مختلف معاك فعلا مقارنة بالنادي الألي هي فرق ضعيفة ولكن طب في أفريقيا أكيد كنت شايف المستويات وحجم الإنفاق وفرق قوية جدا الألي بياخد دور الأبطال طب بالنادي الألي لما راح لعب بطل أسيا خد على حسابه دور خد على حسابه البرونزية لما قابل فرق كبيرة زي ما قولنا زي الدحيل وزي غيرها برضو حقق إنجازات بطل أمريكا الجنوبية لأول مرة تأخذ على حسابه بطولة أو يعني ميدالية فبالتالي انت ليه بتقول كده في التوقيت ده يعني ليه بتحاول تظهر إن النادي الأهلي ما يا جماعة أنا مش بتكلم في المباراة أنا بتكلم في إن النادي الأهلي قوي عشان اللي حواليه فلما النادي الأهلي يا أسامي ده الضعيف وبيكسب عشان اللي حوليه قضع ما هو بص بقى الحتة دي لما الضعيف ده أقولك حيروح يلعب بقى حد غير اللي حواليه إيه إيه اللي حيحصل حيخسر بسهولة ما هو ده هو ما قالهلكش كده وهي معلش يا جماعة ما بتتقالش كده بس هي جواك وانت بتتفرج أوتوماتيك لي خلاص يبقى أنا حروح حتفرم من التحجد طب أنا بقى عايز كلام أستاذ عمر أديب بعد موجهة الأهلي مع التحجد ده هو بنفسه قال لي الأهلي يستعيد ذاكرة البطولات الدولية والأهلي يثبت أنه بطل أفريقيا ليس فقط باعتراف المسابقات ولكن على الأرض هو وحش أفريقيا هو يمثل أفريقيا هو يشرف أفريقيا هو يشرف الكرة المصرية ويظهر العو في جده اليوم أمام الاتحاد فريق قوي جدا ويقولك الأهلي ناص مهاجم طب لو كان الأهلي معاه المهاجم كان هيعمل إيه أداء عظيم أداء جبار نادي كبير وجمهور وفي وجمهور هايل على الطريقة الحسانية الشحاتية اليوم حسين الشحات يحرز هدفا بإمضاؤه توقيفة عبقرية كأنه بيوقع في الكرة الأرضية ثم في الزاوية البعيدة جون عالمي يناسب بطولة العالم للأندية والآن يحتفل الأهلي مع اللاعب رقم 12 أو 13 جمهور الأهلي في استاد الجوهرة بجدة وسعادة غير طبيعية يستحق أن يرقص يستحق أن يغني يستحق أن كل الأهلوية اللي كان عندهم قناعة قوية قوية أنهم سيفوزون بالمباراة أن يسعدوا وأن تكون ليلة حمراء جدا اليوم الأهلي يثبت أنه يستطيع أن يستغل الطاقة يستغل روح الفن الله الحمراء يستغل القوة يستغل التاريخ يستغل الخبرة وقف على رجله بيلعب بر أرضه والاتحاد بيلعب وسط جمهوره ووسط أرضه ورغم ذلك يفوز الأهل اليوم فأوزا تاريخيا وهذه ليست يعني جملة فيها مبلغة تاريخية ليه؟ لأنه ستفضل في الذاكرة أن الأهل قد فاز على الاتحاد تلاتة واحد في جدة في مباراة عظيمة لعب الأهل فيها بإيجادة وباستفادة هو العو هو العو بلا منازعة أنا مش عايره الأهل هو العو بلا منازعة دي الحقيقة دي الحقيقة وعشان كده أنا مستغرب ما هو الاختلاف يا جماعة ما كانش على أدايا الأهل في مباراة شبابه لزداد وقول اللي تقوله ساعتها الأهل النهاردة وحش الأهل سيء ولكن الأهل ضعيف واللي حواليه فرق ضعيفة فبالتالي الضعيف ده ما ينفعش يبقى عو الضعيف ما ينفعش يبقى عو ما هو ده هو ده قانون الضعيف أمره ما يبقى عو إنما العو اللي حقيقته أصلا فريق قوي اللي حقيقته الكبوات والتعصرات بالنسبة له استثناء ممكن نقول إنه هو كان وحشه النهاردة أو عنده مشاكل إنما ما قللش منه وأتمنى أتمنى أتمنى همر أديب يكون استفاد من الحالة دي اللي هو التقليل من نادي الأهل قبل مباراة التحجات ده ثم الإشادة بيه على مستوى إنه هو عو يربط ده يعني يربط إن الفكرة ما لهاش علاقة بإن النادي الأهل ضعيف النادي الأهلي فريق قوي وبشاهدتك واللي حقيقه في رأيه هو مش إنجاز تاريخي أنا هرافض وصف ما حدث أمام التحجات ده بالإنجاز التاريخي لا هي مباراة أثبت فيها النادي الأهلي خضراته لأن إنجاز تاريخي ليه أنا كسبت بالميرس اللي كانت كنت التصوكية بالمناسبة أكبر من التحجات ده وقت لعبنا على الميديليا البرونزي أنا كسبت نادي الهلال السعودي بربعية أنا غير كده من المواجهات لما لعبت قصاد بيرني ميونيخ يا أسامة كنت في المباراة معلش يعني مش بجري ولا الكورة ولا فريق صغير ولا بتاع عملت مباراة جيدا لا ولو بيتكلم عن الدول فليه إنجاز تاريخي كسبت الدحيل ليه إنجاز تاريخي لا بس هو الفكرة أن أنت يعني بتدحكني وأنت بتقول أنا عايزه يربط مبين الكلام ده كنا ممكن نقوله بعد المرات التحجات ده لأن الحقيقة أستاذ عمر ما ربطش خالص ها لا خالص مش عارف يربط الحقيقة عشان كده بقول لكم هو النادي الآلي بيفسد التوجه يا جماعة بيحيرك والحقيقة أنا مشفق جدا على الأستاذ عمر أديم فيما حدث ما قبل مونديال الأندية وما بعد مونديال الأندية وزي ما قلنا أستاذ عمر أنت في الرياضة لا تملك الحقيقة لكن الحقيقة عند النادي الآلي هي اللي أنت بتشوفه من إنجازات وما هو غير حقيقي هو ما تردده عن النادي الآلي تعالي نشوف بقى هل فعلا الأستاذ عمر أديم بقدراته الإعلامية الكبيرة قدر يعمل الرابط ده أنا إزاي كنت قابل وردت حاجة ده بقول الآلي فريق ضعيف ثم أبالغ في الفوز على اتحاد جده وصله لدرجة الإنجاز والفريق العاوي وحش أفراكيا وشرف أفراكيا ومشرف مصر وأداء عظيم وأداء جبار كل الكلمات دي اتقالت بعد الفوز على اتحاد جده عشان كده لما قلت لكم في بداية الحلقة أوعى يغرك الحديث بعد إنجاز ده إذا اعتبرنا إنجاز أو أوعى يغرك الحديث بعد فوز مهم للنادي الآهلي لأن يا جماعة الآهلي بيجبر أي إعلامي إنه هو يركب موجة الفرح خدوني معاكم أنا داخل القاعة أنا مدعو على فرح النادي الآهلي النهاردة عشان أنا عاوز أوصل لجماهير النادي الآهلي فتطلع بعض جماهير النادي الآهلي تبدأ تكتب الله على هذا الإعلامي والله الإعلامي ده رائع وشوف مد الآهلي حقه إزاي ده بيقول عن نادي الآهلي كذا ده بيقول عن نادي الآهلي كذا ما هو هيقول إيه هيقول إيه لأ هيكشف نفسه هقول لك بص أنا كشفت لك نفسي هو أنا بص أنا أصلا كنت بعمل كده ما لازم هيعمل كده فالمشكلة دي بقى مهمة جدا ناخد بالنا منها